فالأهالي لازم تبدأ مع ولادها أنها تصاحبهم قوي بحيث أنها تقدر أصلاً تفتح معهم موضوع زي ده كتير من الأمهات والأبايا ولكن يعني هقول لطفل زي ده الكلام ده إزاي هفهمه يعني أقوله إيه لا يقوله هو ممكن يتقاله إيه لأنه عمره يعني هيقض الثقافة دي مني صحيح فيقوله مثلاً ممكن تتعرض لحاجة زي كده أن حد يجي يقولك تعالي يا حبيبي يقعد على رجلي بشكل معين مش أي قاعدة تعال يا حبيبي يخد هدية من غير معنى تعال يا حبيبي في حتة بعيدة فلازم أفهم ابني الكلام اللي ممكن يتقاله أحذره الوقاية خيره من العلالك سواء اللي هياخده ده هيعمل فيه حاجة أو لأ يعني أنا بعمل قبل بحذره من الأقارب قبل الغرب لأن أوقات الضربة بتيجي من أقرب حد ممكن أنت تكون مش متخيله عمرك بييجي على بالك فأنا بحذر الكل بلاش الكلام المعصول قوي اللي ممكن يضرني والشكل من بره بومبوني فخلي بالك ممكن يكون لو لمسك حاجة معينة في حتة محرمة أن حد يجي جنبها لأنا ولا غيري وجسدك جسدك ده ما حدش يلمسه سواء البنت أو الولد في السن ده فكرة أنه لأم ده دي حاجة مقدسة بالنسبة لي ما حدش يلمسه فالاستباحة أن أنا أعمل حاجات مثلاً ألاعب ولادي بشكل معين أن أنا نفسي ما ينفعش أن أنا أعمل حاجة زي كده ترجمة نانسي قنقر